بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة الشعبية السلمية أصدر التجمع اليمني للإصلاح بيانا أكد فيه أن ثورة التغيير الشبابية السلمية لم تكن طرفا بعد أن وصلت البلاد إلى حالة انسداد كامل في الآفاق السياسية وتدهور متسارع للبنى الاقتصادية وتآكل واضح للدولة وتركز كبير للسلطة والثروة لحساب أقليات عصبوية ونفعية على حساب الشعب الحزب أشار إلى أن كل نتيجة غير متوقعة للثورة يتحمل مسؤولية أولئك الذين أوصلوا الشعب إلى مرحلة المغامرة بكل شيء حرصا على مصالحهم الخاصة بيان الحزب بمناسبة الثورة دعا لمصالحة وطنية وحلف عريض ضد الإمامة بكامل بنيتها السياسية والثقافية والاجتماعية ويرسخ الجمهورية والهوية اليمنية المنتمية لمحيطها العربي وطالب الحزب بضرورة استكمال اليمنين مشروعهم الكبير الذي يدفن إرث الاستبداد الإمامي إلى الأبد الإصلاح حذر المكونات اليمنية من الإمامة السلالية هي جذر الخراب الذي تتناسل منه مشكلات اليمن وأزماتها والحلولة دون استخدام اليمن كساحة انطلاق للإضرار بدول الجوار وبالمحيط العربي بشكل عام الدعوة إلى المصالحة رسالة موجهة إلى أكثر من طرف في الوقت الراهن كما يقول مراقبون خصوصا المؤتمر الشعبي العام والمكونات الاجتماعية والسياسية المناهضة للإمامة المختلفة فيما بينها على آليات الحكم ومؤسسات الدولة اليمنية ترجمة نانسي قنقر